ازاي ايوكو يا احلى متابعين في الدنيا يا رب دايما انتو كنوا في خير وفي احسن حال النهاردة عملوكو روتين روتين اخر الليل بتاعي كده نشطب موعيننا ونزبط حالنا كده ونروأ دنيتنا عشان ايه ننام كده واحنا مرتاحين ومن غير ما نشيل بقى اهم المطبخ بتاعنا مكركب ولا في اي كركبة الصراحة لما يبقى المطبخ بتاعنا مكركب واحنا نايمين الصراحة بيبقى حاجة مستفزة جدا واهم منسحة من النوم بيقفل معنا اليوم كله بالصراحة الحمد لله لما يبقى كده متشطب معنا ويبقى راية وزي الفل كده معنا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي الصراحة هشطبه خالص واخليه خالص خليه زي الفلة وان شاء الله يا ربي يعجبكم حطونا بقى لايك واشتراك في القناة يا احلى عائلة عندنا بجد انتو اجمل نعمة ربنا ادعالنا ربنا يقدمكو علينا نعمة يا رب حطونا بقى لايك واشتراك ودعمونا كتير 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 عشان تلاقوا مننا روتينات كتيرة ان شاء الله وتلاقوا مننا تحديات جديدة وافكار جديدة وكل حاجة جديدة ان شاء الله هتلاقوا عندنا بس تدعمونا كتير قوي باللايكات ودعمونا كتير قوي بالاشتراك واحلى تعليق منكم لقيه اني بجد منبسط جدا لما بلاقي منكم تعليق وبلاقي منكم محبة لنا بجد بنشكركم من قلبنا بنشكركم بجد على كل واحد حط لايك وحط اشتراكه عندنا في القناة بجد بنشكره من قلبنا بنشكره من قلبنا بجد يا احلى عيلة عندنا ادعمونا كتير وقفوا جنبنا عشان نكبر بيكم نوصل لمية الف مشترك وجيشنا يكبر ان شاء الله جيش احمد وعائلته يكبر ان شاء الله والله كل يوم بيزيد واحد واثنين وتلاتة بنفرح جدا 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 لما جيشنا بيكبر وان شاء الله هنوصل لمية الف مشترك باذن الله بيكم ان شاء الله هنكبر باذن الله انا سيكتي في ربنا كبيرة جدا وسيكتي فيكم ان شاء الله هنوصل لمية الف مشترك يلا بقى انتوا قدها رجل ان شاء الله, زى ما انتم شايفين الدوقت انا خلصت طبعا المو homepage بتاعتي. وباخت طبعا الازاز بتاعت ان الازاز دي معبياها علشان ليخليها لما المية بتقطع عندي الصراحة المية بتقطع عندي على طول. المية ضعيفة عندي زى ما انتم شايفين المية ضعيفة جدا. وانو فتحها على اخر. دي الازاز دي انا مخليها طبعا تحت الحد برضه فيها ازازات دي كده هو. معبيا للضرورة. دي بقى ايه دي للشرب معبيها اللي انا معبيها اللي انتو شايفينها دي الازايز دي. دي الايه اللي استعمل بسرعة. لكن التاني اللي تحت الحوت دي برضو اللي استعمال الاكل وتستعمال كل حاجة انا هحطها برضو تحت الحوت. هنا دلوقتي انا زي ما انتم شايفين انا خلصت خالص. وكمان هعمل دلوقتي اكلة بسيطة جدا يا رب ان شاء الله هتعجبكم. اكلة بسيطة كده حلوة قوي. اه وطريقة جديرة جدا للكبدة برضو هتعجبكم. اه شوفونا بقى الاخر الفيديو. هتلاقوا طريقة حلوة جدا اللي الكبدة عاملها. اه ان شاء الله هتعجبكم بسيطة اوي اوي اوي. زي ما انتم شايفين اهو خلصت خلاص المطلق بتاع. خلصت الموعين بس. لسه معنا بقى شفت حاجات تانين. لسه معي اكلة بقى. تعني نشوف هتتعمل ازاي. معي كبدة هنا بقطع صغيرة خالص. لها العصافير. ومعي بصلة مبشورة. ومعي هنا طبعا هنا تماطم مضربة في الخلاط. ومعي بصل هنا متقطاع. ومعي طبعا البصل برضو هنا شريح مع الطعامة للكبدة. ومعي ملح وفلفل وتوم مفروم. ومعي تماطمين مبشورة. طبعا transmit طريقة الجديدة اللي انا عملها. هحط تم مفروم على الكبدة واحط بصل مفروم على الكبدة وحط برضو تماطم مفرومة على الكبدة. تماطم مبشورة. وحط ملح وفلفل بس كده وها غطيها تريح شوية لغات ماعمل الصلصة واعمل الحاجة بتاعت الماكارونة هريحها شوية بجد الطريقة دي حلوة جدا يا جماعة جربوها عجبة جوزي جدا قال بجد طحفة وطعمها حلوة قوي احسن من اي كده تعمليها عجبته قوي وفي طريقة برضو كبدا اسكندراني جمانا عملتها برضو بشوفو طريقتها حلوة او برضو بس انا الطريقة دي عجبتني اكتر من الكبدا اسكندراني تسدها بقى هنا طبعا انا زي ما انتم شايفين المية غليت معي وحطت الماكارونة الصغيرة لازم المية تغلي معاك عشان تحطي الماكارونة بتاعتك ما ينفعش تحطي الماكارونة اه على مية تكون لسه ما غليتش عشان الماكارونة بتاعتك ما تعجلش طبعا هنا بحط في الطصة التانية بحط شوية زيت كتير كده عشان يبقى ايه الكبدا بتاعتنا حلوة كده وجوزي زي ما شايفين الزيت معانا سخن جدا طبعا التدبيلة كلها بالكبدا بكلها هحطها تحفى بجد ريحة ده كانت جميلة جدا زي ما انتم شايفين انا بشوحها شوية اهو انا شوحتها اهو خلاص طبعا هحط عليها ايه بقيت الحاجة التانية بس دلوقتي هعمل الصلصة بتاعتي طبعا ولها تلعين الصغيرة اللي انتم شايفينها واحط بقى ايه الصلصة طبعا مع ما عجبنيش الحل الصغيرة على العين الصغيرة الصغيرة الكبيرة العين الصغيرة نقلتها العين الكبيرة ونقلت الماكرونة عين الصغيرة عشان ايه انجز في الوقت والصلصة الطاعدي تخلص بسرعة عشان تو مش سامعين احمد حالص ده اهمد عمال يقول انجزي بسرعة انا جاعيان انجزي عايزة عشا بسرعة زي ما انتم شايفينها انه حاطتنا على الكاب ده حاطت شرايح طبعا البصلWorld قطعة شرايح وحطت الفلفل الشرايح برضو والتوم الباقي بقى بتاعي حطيته زي ما انتم شايفين طبعا الكبدة انا هحط لها ملح وفلفل بتاعها او اللي بي كويس طبعا هنا كان عندي فلفلية اه طبعا حطيتها وانتم بقى عندكم بقى فلفل تاني طبعا الكبدة بتحب الفلفل الصراحة حطوا بقى كم واحدة فيها يعني ايه احسن برضو. انا هنا قلت اعملكم الروتين وعملكم الاكل البسيطة بتاعتي دي يا رب ان شاء الله تعجبكم. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين انا حطيت طبعا في الحلة حطيت زيت وحطيت برضو ايه البصل اللي ما اتقطع عليها. طبعا انتم مش هفتوش الزيت لما حطيته اني طبعا التصوير راح مني معلش بقى سامحوني. اه زي ما انتم شايفين اهو بقى لفل كبدة اهو. حلوة يا ماما جمدة كده يا ماما. عجبتك? ايه جمدة جدا. اهو. قولوا لهم بقى انت طلعت حلوة ولا وحشة? طلعت حلوة يا جماعة. طلعت حلوة جدا بجنت عمعها كان حلوة قوي. بنعانة وشفة يا جوجو. تسلاميلي كمان. ماشي يا روحي تسلاميلي يا عيوني. طبعا هنا بقلب في البصلة كويس جدا. طبعا هي هتصفر معايا شوية. وبعدين احط الصلصة عليها. او زي ما انتم شايفين احط الصلصة عليها. يا جماعة اعملوا لايك. لايك. ايوة اعملوا لايك. اعملوا لايك اعملوا لايك. احطوا لايك. احطوا لايك. اشتراك. اشتراك. اشتراك اشتراك في كناة. ها? هنزعل منكم جدا. لا ما تزعلش منهم عشان هم احلى عيلا عندنا. بجد هم اكبر نعمة ربنا ادها لنا. ربنا يا ربي باركينا فيهم. بجد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنكبر بيكم و هنوصل و هنوصل ان شاء الله المشتراك. ايوة طبعا. طبعا هخلص دلوقتي الاكل بتاعنا ده و هوريكم شكله. اهو زي ما انتم شايفين اهو المكارونا بتاعتي اهي. ما شاء الله طالع حلوة جدا و طعمها حلوة قوي. بجد جربة الطريق دي مغير ما تحطوا طوابل في السلسة ولا اي حاجة. حطوا ملح وفلفل بس بجده هتعجبكم جامد جدا. و طبعا زي ما انتم شايفين الكبدة بتاعتي اهي. بحطة حيطة فلفل اسود كده على المكارونا زي ما انتم شايفين. طبعا ايه بتقدم مكارونا و كبدة و عيش. قاعد حطي جنبها يا شايف سي تحطي بطاطس جنبها. حطي جنبها اللي مخلي لي انت حبها حطيه جنبها. وبالهان اقشفها على قلوبكم يا ربي حبيبي. طبعا نخلص بقى مطبخنا بقى ونشطبه. وورهولكم بقى منظروا عامل ازاي. بجد الكبدة حلوة قوي. جربوا الطريق دي عجبكو جدا. حطوا لايك. حطوا لايك. طبعا هنا ننضف بقى المكان بتاع المطبخ بقى كله. طبعا هنا الفرن بتاعتي من فوق. قلت ان انا ايه اخسلها كمان. عشان تبقى مطبخي بقى ايه كده فلة و جميل. قبل ما نيه بيبقى الدنيا رايقة معي وزاي الفل والمطبخ معي رايق وجميل جدا. اه زي ما انتم شايفين انا بحط حطيت صابون. وبخسل ايه? باخسل الفرن بتاعتي من فوق كده. من اي بهدلة فيها. من اي حاجة بنسندها عليها والجو ده يعني. طبعا الحتة المتقشرة دي دي مش بقعة دي حتة متقشرة في الفرن مش بقعة خالص. دي حتة متقشرة فيها. الصراحة انا برضو كمان اتفاجئتي بها او مشلت الكوبية متقشرة تحتها قلت يلا ما فيش مشكلة. او مساحت الفرن بتاعتي وخلصتها خلاص. وهفرشها كمان بالمفرش بتاعها. عشان ايه? اوليكم المطبخ بعد ما خلص. بجد بشكركم من قلبي بشكركم من قلبي من قلبي على كل لايك جميل وعلى كل تعليق جميل بيجدنا. بجد الحمد لله والشكر لك يا رب يعني ان احنا كل يوم بنزيد والله كل يوم بنزيد واحد واتنين وتلاتة بجد بنفرح من قلبنا ان شاء الله جيشنا هيكبر. جيش احمد وعائلته بازن الله هنكبر وهنوصل لمية الف مشترك بازن الله. او خلص انا خلصت كده الفرن بتاعتي مساحتها كويس جدا. وحضت المفرش. ده باتي اخسل كمان ايه الرخامة بتاعتي. اخسلها كويس جدا. انا لازم اخلص مطبخي خالص قبل ما نام. استراحه عشان الدينة ما بتبقاش ببهدلة معي لمصحة الصبح. عشان لو معي غدا معي اي حاجة عاملها. يبقى انا بعملها وانا ريئة. مش بعملها وانا ايه في حاجة مكركبة عندي في المطبخ ولا اي حاجة مدايقانة. طول ما انت مروقة مطبخك طول ما الدنيا معاك ريئة ومخالي يا الدنيا عندك زي الفرن. استراحة الواحد لما بيكون تعبان ويكون مش قادر انه يعمل المطبخ او يعمل اي حاجة في البيت بجد لما بيسحى من النوم بيسحى يعني او بيشوفوا المطبخ كده استراحة بيقفل. النفس ييته بتيفل على طول. بس الواحد بقى مش بييده بقى بيكون تعبان بقى شوية وكده. بس الحمد لله ربنا يدينا الصحة والعافية كده ان شاء الله ونقوم كده نعمل نعمل كده بيتنا ونزبط كده بيتنا ونزبط حياتنا كده وما ننخليش اي حاجة مكركبة ان شاء الله في بيتنا. جدا اليوم ده كنت تعبانة جدا يا جماعة والله كانت دراعي واجعني قوي. مش عايف حتى كمان دراعي فوق من فوق عندي كدفي كده. برضو واجعني جدا الحمد لله وشكريك يا رب برضو خدت مسكن. انا مش خدت مسكن لدراعي بس ده انا خدت مسكن لدراعي. ودرسي. وكان دباغي واجعني شوية. الحمد لله الحمد لله. قدر الله ومشايا فعل. انا خلصت الرحمة بتاعتي. مساحتها وخلصتها خالص. وارسي بقى الحاجة بتاعتي عليها. انا زي ما انتم شايفين. انا خلص خلصت ايه? خلصت الرحمة بتاعتي وخلصت الحاجة بتاعتي. كده بقى انا همسح الارضية بتاعة المطبخ بتاعتي. يبقى كده ايه? خلصت المطبخي وخلصته خالص. حطونا بقى لايك واشتراك في القناة ودعمونا دعمونا كتير كتير قوي. انا زي ما انتم شايفين. انا هنا طبعا ايه? برضو في حتة ضاعت مني. انا حاطيت في الارض. الريم اللي طالع ده كان انا كنت حاطة في الارض. طبعا عشان ايه? يعني اي حاجة في المطبخ بقى تروح ايه? في ريحة دي. اي حاجة واعت منك اي حاجة الصراحة تروح مع ريحة دي والمسح اللي انت هتمسحيه في الاخر. ما حدش التاري على مطبخي الزغنن ده. اصغر مطبخ في العالم. مطبخ بتاعي. الزغنن الجميل. ربنا واستعالينا وعليكم ان شاء الله. انا خلاص خلصت مساحتي بقى خلاص بالمساحة. وكمان عمل بالشرشوبة بتاعتي انا اشف خالص. عشان ما تبقاش في ايه? اي نقطة مية في الارض. بص انا كده خلاص خلصت المطبخ بتاعي. طبعا هنا توتا جات تشرب المية بتاعتها. زي ما انتم شايفين بصورها. بس يا عليهم يا توتي وليلوا عاملين ايه? بتركوا عاملين ايه يا جماعة? كويسين? انا بلعب معايا هو. بلعب معا. انا بعملها الحركة دي تروح تمسك في ايدي الصراحة يا جماعة. بس هنا كسفتني بقى مش قد تمسك في ايدي. بصوا تمسك في ايدي هنا بقى. بس ايه كانت لسة صحية من النوم. بصوا رسة صحية من النوم منظرة. صح? بصوا هي عملت عد في ايدي ازاي. شايفين? قطة شاية جدا على فكرة. هنا كانت لسة صحية من النوم. لسة بقى ايه مركزتش معاينة بعمل لها ايه. بصوا بتعد بالروحة خالص. شقيق جدا. طبعا هنا حطت لها الاكل بتاعها كده هنا على الجنب في تغلط المطبخ بس. طبعا زي ما انتم شايفين اهو خلصت المطبخ بتاعي وبقى زي الفل لهو. جميل جدا. طبعا كده احنا ننام وحنا مرتاحين نفسيا. من غير بقى فيك اركبة بقى في مطبخنا ولا اي حاجة بدايقانة. عشان تزحي كده وانت ريقة من غير اي دوشة عندك في المطبخ. حطونا بقى ليك بقى كتير كتير ودعمونا كتير جدا. واشوفكم على خير يا حبيبي. سلام. اشتركوا في القناة